حرب كلامية مستعرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تكون الأعنف منذ بدء الصراع بين الدولتين عام 79 ابان الثورة الإسلامية التي حاولت إيران تصديرها خصوصا إلى العراق ودول الخليج هو صراع بالوكالة مزال مستمرا حتى اليوم مر بمراحل عدة بدأت بالمواجهة العلانية في الثمانينات خلال الحرب الإيرادية العراقية ثم تأسيس مجلس التعاون الخالجي وضمن أهدافه تكثيف القوى في مواجهة إيران عام 84 شكلت حرب ناقلات النفط أعقد فترات الصراع لتصل إلى حد القطيعة بعد مقتل عشرات الحجاج الإيرانيين في اشتباكات في مكة المكرمة عام 87 خلال عهدي هاشيم رفسنجاني ومحمد خاتمي أخذت طرفان هدنة لالتقاط الأنفاس خرقها التوتر جراء تفجير الخبر الذي استهدف جنودا أمريكيين واتهمت إيران بالتخطيط له عاد التوتر ليطبع العلاقات مع حرب العراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين إلى أن تأزم مع بداية ثورات الربيع العربي عام 2011 ثم الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية عام 2015 وحادثة التدافع في ميناء التي تسببت بمقتل عدد من الحجاج الإيرانيين ليفتتح عام 2016 على وقع طبول الصراع بعد أعدام السعودية الشيخ الشعي نمر النمر اليوم هو صراع على النفوذ في الشرق الأوسط بمشاركة غربية وسط مخاوف بشأن التحولات التي شهدتها وتشهدها المنطقة من مصر إلى البحرين والعراق مرورا بسوريا ثم عصفة الحزم التي أطلقتها السعودية في اليمن ضد التمدد الحوثي قد تكون آخر التداعيات وأخطرها سقوط صاروخ باليستي على مطار خالد الدولي في الرياض معتبرته المملكة عدوانا إيرانيا مباشرا عليها وحذرت بأنها سترد بالطريقة المناسبة ليحذر الرئيس الإيراني بدوره من المس بإيران وموقعها التي عجزت الولايات المتحدة عن مواجهتها ولبنان لم ينجو بدوره من شضايا الصراع على النفوذ فيه صراع إذا انتقل من الكلام إلى المواجهة فلن يسلم الشرق بكامله من الفوضى ترجمة نانسي قنقر